فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية الذي يأتي السلطان على قسمين يأتيه للنصيحة والموعظة وبيان الحق فهذا أمر مطلوب بل هذا واجب لأنه من الدعوة إلى الله ومن التعاون مع ولاة الأمور على البر والتقوى وعلى النصيحة نبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة مطلوبة ومنها النصيحة لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين فهذا الإتيان محمود لأن القصد منه الخير والتوجيه والدعوة إلى الله ومصلحة الناس مصلحة السلطان ومصلحة الرعية لأن السلطان إذا صلح صلحة الرعية والسلطان بشر قد يغفل عن بعض الأمور أو لا يبلغه بعض ما يقع فيه أو كثير مما يقع فهو بحاجة إلى أن يزار وأن يناصح وأن يبين له وأن يبلغ هذا القسم القسم الثاني زيارة السلطان لأجل التملق أو طلب الدنيا دون نصيحة ودون بيان هذه مذمومة وهذه تبعث على الفتنة لأنه يجامل السلاطين ولو كانوا على غير طاعة فيجاملهم من أجل طمع الدنيا هذا فتنة عن الدين لأن الغالب في السلاطين والملوك أن يكون عندهم نوع من التجاوزات فإذا أتاهم هذا الإنسان ولم يبين لهم ولم ينصحهم وربما يجاملهم ويفعل مثل فعلهم يكون قد افتتن في دينه لا حول ولا قوة إلا بالله فليس معنى قوله من أتى السلطان افتتن الذنب على الإطلاق بل لا بد من هذا التفصيل نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ورواه أبو داود أيضا من حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وقال ومن لزم السلطان افتتن وزاد وما ازداد عبد من السلطان دنوة إلا ازداد من الله عز وجل بعدا نعم هذا كما قلنا إذا كان القصد من إتيان السلطان طمع الدنيا والتملق له ومجاملته على ما عنده من الأخطاء فهذا مذموم وهذا يفتتن صاحبه فيصاب بما أصيب به السلطان وفي هذه الروايتين دليل على أن المقصود هو الاكثار من إتيان السلطان من لازم السلطان يعني من أكثر من المجيء إليه وتردد عليه أما من يأتيه بعض الأحيان لحاجة فهذا أخف ترجمة نانسي قنقر